اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في الأسبوع الماضي تحدثنا عن مكتب يونامي مكتب الأمين العام الممتحدة في العراق ورئيسته بلس خارت في هذا الأسبوع ايضا نتحدث عن نفس الموضوع لانه سيكون هذا الحديث الاخير قبل ان تغادر بلس خارت مكتب الأمم المتحدة هي الان تودع وادعت وزارت الرئيس الوزراء الحالي محمد شيع السوداني وادعته وادعت المكتب وهي في طريقها الى ان غادرت العراق غير مأسوف عليها والحقيقة مغادرتها هي التي الموضوع هو الذي جعلنا نتطرق الى في هذا الأسبوع المغادرة جعلت الحكومة تتحدث عن وظيفة هذا المكتب يعني طوال سنوات الأربعة وقبلها كل الممثلين الذي جاء بهم الأمين العام المتحدة كممثلين له في مكتب بغداد يونامي منذ ان صدر القرار 1500 من مجلس الأمم بتشكيل هذا المكتب عام 2003 كلهم خلال اكثر من واحد من عشرين سنة كانوا يعني كنا نتحدث عنهم وكنا نعرف وأهل العراق كلهم يعرفون انهم مجرد أداة لإضفاء الشرعية على هذه السلطة الموجودة في العراق وبتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة ليست إلا أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية هذا كان الموضوع وكنا نتحدث به الآن الحكومة في العراق حكومة محمد شيعة السوداني هي التي قالت هذا كيف قالت هذا؟ لنستمع كنا واليراجع من يشكك في هذا الموضوع إلى حديث المتحدث باسم الحكومة قال بالنص يعني عملي ونامي يجب أن ننتهي في الجانب السياسي هذا ما حدده وقال أن هذه البعثة قدمت خدوان كثيرة وأهمها دعم العملية السياسية إذن هي جاءت لدعم العملية السياسية وقدمت خدمات كثيرة من أجل دعم الحكومات المتعاقبة التي جاءت في العراق منذ عام 2003 لحد الآن قالوا الآن هذا الذي يريد الدنيا يعني هذه جملة جملة وظيفة هذا المكتب اللي هو بالتعاون مع الحكومات المتعاقبة في العراق منذ عام 2003 لحد الآن وكأن هذا المكتب يونامي يشتغل عند الحكومة بمقاولة مدفوعة للأمم المتحدة هذا المكتب المهم لمجلس الأمن للولايات المتحدة الأمريكية المهم هذا المكتب يشتغل بمقاولة المقاولة هذا الآن اللي يدون يطوروها يطورون شكلها وقال إن الفكرة من المقاولة الآن الفكرة من وجود الأمم المتحدة هو تقديم المشورة هي من البداية نحن اتفقنا إنه قدم مشورة بالمجالات السياسية والعدالة الانتقالية والمصالحة الاجتماعية وغيرها طبعا لم تقدم كل شيء فيه أي مصالحة عدالة انتقالية الوضع بالعراق من سيء إلى أسوأ 20 سنة أكثر من 20 سنة كان العراق في جحيم يعني في وسط في وسط لهيب النار كان وهم بالنص قال هم يعتبرون مستشاري للحكومة إذن هذا المكتب يعمل كمستشار مستشاري الحكومات المتعاقبة في العراق وليس من أجل الشعب العراقي لم يأتي هذا المكتب من أجل العراقيين جاء من أجل إعطاء دفعات ودعم لهذه السلطات التي موجودة في العراق بقى يونامي إلى مبعد ما يسمى بالانتخابات اللي رح يجروها في تجسين الثاني القادم والنتيجة من وجود هذا المكتب هو لدعم تلك الانتخابات وإعطاء شرعية لتلك الانتخابات ودائما ما فعل هذا المكتب والأمم المتحدة لأنه الوسيط للأمم المتحدة بدعم ما يسمى بهذه الانتخابات وعطاها الشرعية حتى في آخر انتخابات اللي مشارك بيها تسعين بالمئة من العراقين قاطعوها من العراقين أعطتها شرعية لأمم المتحدة واعترفت بيها وكل دول العالم اعترفت بيها واعتبروها انتخابات شرعية معا أنه تسعين بالمئة من العراقين لم يشاركوا فيها الشعب العراق رافضها لهذه الانتخابات واللي شاركوا بيها ميليشيات وتكونت العملية السياسية والحكومة من الميليشيات حكومة الإطار التنسيقي ميليشاوي واضح ونكونوا يعرفون وهم يعرفون وحظيت حكومة السودانية بالقبول والتأييد الشعبي والأممي الكبيرين بواسطة هذا المكتب إذن هذا المكتب يعني كان هو الوسيط في إطفاء الشرعية على هذه وظيفة هذا المكتب أما من خدعوا ويعتقدوا أن هذا مكتب الأمم المتحدة وهناك يعني شرعية للممتحدة وهناك قوانين وهناك اتفاقات وهناك يعني حقوق تفرضها للممتحدة على الدول لكي تراعي فيها شعوبها ستطبق هذه كلها كذبة كذبة كبيرة وهذا المكتب لم يكن مساعدا للعراقين لم يكن جزءا من الشعب كان جزءا من الحكومة لم يكن إلى صف العراقيين لكن كان إلى صف السلطة وميليشياتها وقواها هذا واقع الحال ولم تحدث عن أي مقاطعة صارت ولا 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 أي شيء ولا كل الأحداث التي جرت في العراق بضمنها حتى ثورة تشري ما الذي فعلته بلس خارت بلس خارت وهي تغادر يعني ذهبت إلى السوداني والتقت بكثير من المسؤولين قالت الخطوات مهمة ومبادرات واعدة قدمها العراق خلال 18 شهر الماضي تقصد في ضل حكومة السوداني 18 شهر اللي مضت في ضل حكومة أنه الخطوات مهمة تخذ العراق ومبادرات واعدة في البناء قدمها مجالات الخدمات والبناء التحتية الاستثمار خطط تحقيق تخفيف الآثار البيئية تقليل الاعتماد على الوقود المستورة يعني ما أعرف الحقيقة كل التقاريم بما فيها هي الحكومة تقول تقول إحنا نصرف في آخر تصريح له وممكن مراجعته أيضا المتحدث في اسم الحكومة قال إحنا نصرف سنويا أربع مليارات دولار الاستيراد فقط البنزين المحسن السوبر أربع مليارات دولارة دولار نصرف الغاز اللي يستوردوه من إيران مليارات الدولارات وغيرها وين التقليل وين شكل التقليل والحكومة تقول أنه يعني نقدر يعني بعد خمس سنوات نتحدث عن هذا الموضوع نقدر نحاول أن نتحدث بهذا الموضوع وينطوع عقود لإيران لتزويدهم بالغاز وتزويدهم بالمشتقات النفطية وإحنا بلد نفطي وإحنا اللي كنا نصدر للعالم كل هذا فأي استثمار هذا تحدث عن استثمار لا وجود الاستثمار ألا الشركات التي تعمل في النفط وهذه سيطرت على النفط والعراق من سيء الأسوأ يعادة البنى التحتية أي بنى تحتية خدمات ما زالت في أسوأ حال المدن في أسوأ حال الطرق في أسوأ حال كل شيء في أسوأ الكهرباء ما زالت رغم صرفوا عليها أكثر من مئة مليار دولار وما زالت الكهرباء غير متوفرة وفي الصيف مشكلة كبيرة جدا جدا يعني ربما انقطاعات تستمر إلى 18 ساعة في اليوم الواحد الكهرباء فأي خدمات هذه تقدم كل مجرد تلميع لصورة هذه الحكومة ولصورة السلطة في العراق هذا هو عمل مكتب الأمم المتحدة في العراق ليس أكثر وليس أقل لذلك أربع سنوات كاملة وقبلها سنوات كثيرة أيضا مضت من عام 2003 لحد الآن كان هذا المكتب في خدمة إضفاء الشرعية على السلطات التي تحكم العراق ليس أكثر أما أن يصطف مع الشعب فهذه كذبة كبيرة والحديث عن حقوق الإنسان وحقوق الشعب أيضا كذبة كبيرة ولم يفعل شيء المكتب الأمم المتحدة وكان العراق عليها أن يتحمل كل هذه طبعا حتى مرتباتهم هذه من الشعب العراقي مع الأسف الشديد فلذلك تذهب البسخارت غير مأسوفا عليها لا هي ولا مكتبها وقد هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة